اشتركوا في القناة 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 وكاني واحد اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ناس ابكرشولا ناس شمشكا ناس ابو الجبيحة ومريفئين والحميد باجون ومحلية خدير والمناطق انتو الان انا انا سامي في مشكلة في ابو الجبيحة في الزخيرة دورت في ابو الجبيحة وانتو انتو الايام الفاتد مشاكلكم دي لسه راسكم ما نضف منها لسه المشاكل ما انتو الان قادين يعمل لكم مخطط حس الان لسه قادين يعمل لكم في مخطط 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 ماهو ؟ النهايه ؟ هم منجم اسمه منجم ميرفئين المنجم باتاتات الرجسية معروس بالرمائه قبل تحصل الوادي وبوابه بالجج تطلع علي يدك اليمين تمشي المنجم باتاتات الرجسية بعد المنجم باتاتات الرجسية ايضاك عارف منجم بردو في منجم اسمه منجم الحميد وتمشي من كولوغي انتماشي بقابلك محل اسمه قردو التورو قردو التورو ده اندو خور هناك وكان الهلة بتادو دي حراغوها المجرمين اي زول عبر بالشوارع دي قانيه اللعنو البلد ديك حقتنا قردو فاندو كل انا محل بخال ابني فيه مات قردو التورو ده فوق خور والمحل ده من قردو التورو انت الطلاطة ودار تمشي تجاه ناس باجون والكلام ده برضو فيه ناس الحركة الشعبية بقطوا الناس في الشوارع هناك بضربوا ناس البوابير طبعا هناك المناطق ديك في الخريف إلا بوابير ما في عربية تمشي هناك يا بوابير يا الورل الورل تعرفوا الورل تعرفوا الورل عربي تجيش الكبير الجابول بسمو الورل ده في جنوب كردفان اسم الكاماس العربية الروسية كده كبير بتجيش ديك ياهو بتقدر تعبر بهناك والتركترات والبوابير التركترات ديك لكن تاني لا تقول لي البفالو لا تقول لي كروزار لا تقول لي أي عربية ما في تاني إلا في الصيفة العربات والبصات دي تمشي ياهو بصات كان أنا بارب بصات واحدة كان بصات بتاتنا الزهرة قادوكلي كلولو بدلا لغاء البدلن أتالى لانه جابوا فوق الزلط ووالكلام ده بأمشي في الصفات الصياحية لانه بصات النسان تعني ما بأقول اي شيناك ما في طريق كروزار يخلون يعاني بصات زهرة قادوكلي من زمن طويل زمن طويل الخط بتاع قادوكلي ده يعني طبط زهرت قادوكلي وإنسااس عربات بتات ناس ألي زوحل نسأل زوح الديل بس كنوا في حي الفقر هناك جام جامعة بليهان أقدم عربات كانوا هم أقدم ناس نحن نعرفهم كويس عربات كانت الشخالة من قدقلي للأبيض والكلام الفارح والبصات نعرفهم كلهم المواصلات الشخالة هناك حس الآن بصاتي قاد الشخالة هناك النيسانات دي قلبت شخالة في الخريف ما بتشتغل إلا في الصيف الحاجات دي ما في زول بقطة الشارح هناك إلا ناس الحركة الشعبية ناس الحركة الشعبية هو جزء من الناس المتفلتين لو هتابل القبائل البقارة ولكن النوب الزات الساكنين في المناطق برضو في جزء منه أخونا واحد قللي قلوله دفي لا لا أنا ما قلت لك بص قاد بنفوقه زحرات قادوقله قاد بنفيه وارا قلوله البصة زحرات قادوقله دالبصات بتاعتهم دي خليله من أي عابر تعاينه برا قاد بنفيه كلوله سايق واحد ذاته طويل كده من أولاد الجنوبين ديل أنا بعرفه من نازل زي بصات السلام التمشي التمشي خار بكردوفان بصات السلام مش دي بصات معروفة قاد بنفيه بصات السلام وهي شريكة يلا زحرات قادوقله دالبصات قاد بنفيه زحرات قادوقله قاد بنفيه زحرات قادوقله بجنبات لكن وارا قاد بنفيه كلوله ونازل كلوله شنو أنا عارفهم بقاتل قادوقله ديل كلهم أنا بعرفهم من مناطق دي بعرفهم كل المحلات دي شان أنا دار أوضح لك يا أخي يعني إحنا ما قادين أنهي كردوفان دي يعني سبحان الله ما في شي بغلبنا فيها شوفي الله الناس البجو بنحب والدهب بتاع الناس في الجبال الشرقية كلهم جزو جد حركة الشعبية المنجم بتاع القناية لو أيزوا أنا لو زيت في كلامي الله يسعني المنجم بتاع القناية لما كان فاجأ وطلع دهب الناس اللي كانوا البيردو كتحفروا تيد والبيردو قاد فوقهم اللي كانوا دخلوا بالسلاح جوا كانوا بقتلوا بالقوك انت الدهب ده كان شريط كده تدوك فوق وطيل كده تقطع تطلع الدخل في جيبك ناس الحركة الشعبية جوبة بسلاحهم جوا سكاكينهم بدخلوا معك جوا البير بقول لك جيب الدهب عبيدت الدين بددو خزنا بتاع السلاح جوا بقتلوك يطعنوك بالسكينو دخلوك في الكركور جوا وشالوا دهبك خلي ايزوا المنجم حق القناية خليجي يقول دين ما ناس حركة الشعبية خليجي يقول الكلام دعنا كالزافيو حتى أنا أنقارتو أنقارتو دي برضو أنا مشات أنقارتو أنقارتو دي ما فيه دحب أنقارتو دي ما فيه دحب أنقارتو دي دا إسي متنين أنقارتو كيغا أنا بنعرف المحلات دي كله دي بلدية الناس دي الناس دي شوف كردفان دي كله انهنا تزين منهم من الحركات المسلحة حركات المسلحة نتزين منها الطريق بتالحمر القفل منه قفل عبدالعزيز الهلو بأنه عمله قال أراضي مهررة النوبة الحسي قاعدين في وسط عبدالعزيز الهلو والله ندمانين يوم يوم الشغل اسم حركة الشعبية عيشين في أهل إيشا يخذت عملهم قصير رقبة قال ليهم أنت الليلة من تجاه من قادوكلي ودار تمشي تجاه ناس عبدالعزيز الهلو هناك إذا ماشي لأهلك هناك من قادوكلي انت طلعت مشد لناس عبدالعزيز بقول لي انت زول مؤتمر وطني ومعرص بدوك طلق وبدوك برموك في الأوير أو في الخور انت جاي من ناس عبدالعزيز الهلو هناك وجاي لأهلك في قادوكلي المؤتمر الوطني بمسك بقول لي انت جاي جاسوس طابع لحركة الشعبية بوشولوك بودوك يا قطولوك يا خطوكسيجين يا خطوكسيجين هذا شيء معروف لكن انت زين في المئة دي ما بتمرك منها إلا لو انتك أحل هم مشخورين ومعروفين في الدولة بفقوق لكن انت زول مسكين ساكد ده بقدوك جنب الخور كده بقدوك طلقة وبخلوق بقدوك طلقة وبخلوق الكلام ده عارفينه عارفينه كويس اسمه الكلام ده كويس يعني هنا كنا بنمشي السوق بتاع السنبق السوق بتاع السنبق ده ده السوق بتاع متمردين انت من نفس سفيفة تطلق تمشي له السوق ده اسمه السوق السنبق اسمه السوق السنبق اي زول عارفوا في في تجاه قادوك هناك قلت له السوق السنبق باعرف انتو الصيحة كتالقنعة دي ممركة جاهزة لو يتشعيل فيها دكالقصة دي بيقولك جايبة من السوق السنبق انتو حاجات يعني معروفة السوق السنبق ده يلا شوفوا ان احنا اتعزينا من النازل كيف عبدالعزيز الهيرو قام قفل الهتاك دي وسماها شنو ها ها سماها الاراضي المحررة النوبة مرض يانين بالكلام ده لكن بقوة السلاح قام قفل الهتا دي عشان شنو ينخي بالدهب انتو حسي تقريبا كم شركة شخالة جوه هناك كم شركة شخالة جوه هناك تنخي في الدهب طيارة خاصة كده بس تشيل الدهب تودي الدول الخليجية تودي الدول الخليجية دا عبدالعزيز الهيلو المجرم دا والنوبة دا اللي هم قريب القمو عربين خمسة عربين ولا ستة عربين سنة قادين بانو دايرين دايرين دولة تسعد جميع وعبدالعزيز الهيلو جا عمل الحركة دي استثمار عمل الحركة دي استثمار جزء من النوبة هم المعسرين في الحركة الشعبية اللي بكونوا ضده كد طلقهم منح بره دراسات عشان ديال ما يعارضوا طلقهم بره منح وخل الباقين جوه هناك عشان شنو الطلقهم بره ديال باكلوا لانهو المسؤول منهم بتفعلهم دراستهم اكلهم شحرهم كل شي ديال هو طلقهم بره عشان ما يعارضوا داخل هناك اما البسيطين اللي قادين بعارضوا هناك ديال دا قاعد يقتلهم هناك قدام بس المحكمة بقولهم اقتلوا الزلد ودوه ها عندكم سيجن في السيجن بقوله السيجن الشرقي تعرفوا الكلام دا كويس يا ناس حركة شعبية السيجن الشرقي هس يفقوا كمية من الابنان نوب الرافضين عبدالعزيز الهلو كنت قادين في السيجون هسا كنت قادين في السيجون والله كلهم في السيجون الرافضين عبدالعزيز الهلو نحن نتكلم عن الحقيقة اي زول يختطفوا قادين بودوا السيجن الشرقي يا زول لو مواطن بقيت انت عربي ولكن بقيت اي من القبائل التاني عمشي قولهم السيجن الشرقي دا وين عمشي قولهم السيجن الشرقي دا وين في الجبال هناك جوه هناك في الكراكير بدخلهم هناك بقلهم عشان كده انو قولوكم احلي في كردفان او قلوكم ناس واقين اتو قايلين ناس الحركة الشعبية دا بجو بجو بسيركو بحيونكم لشنو عشان انت عملوا فتنة بس بستفزوكم عشان انت عملوا فتنة انتو قايلين دي شنو هم الحركة الشعبية منوهم اليد اليمنى للحكومة الحاكمة دي شواقين وكلهم مجرمين عارفين الكلام داني هنا كلهم الحاجة اللي بتعمل كلها او السياسين بتصوف في صالحهمهم يعني عارفين الكلام دا لكن الناسنا في كردفان الكلام دا ما بيستوأبوا ابض الله محمد انتو ما ناس جوبنا انتو ما الواحد ما بقدر بطلع بقول كلمة الحق واحد يكتب لك يقول لك انت دار تروه فيها دار تروه فيها احنا ما بنخاف من زول والشي شبر يا زول والموت دا نحنا والله والله نحنا زي ما قال احلو يا زول ما خايفين من زول بنقول والله نقول الحقيقة دي في اين اي زول انتو عشان كده امركم في دار فور دا ما تاغو ما تنالو الهورية زي عمسال مني مني ارقم الناوي بصو موفا